موسيقى موسيقى أهلا بكم أعزائي معلمين ومعلمات برنامج الرياضيات ماث تيك بوك بالصف الرابع الابتدائي وحلقة جديدة من برنامجكم دليل المعلم بإشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم خلال تدرسنا لمادة الرياضيات هل فكرنا إزاي نقدر نخلي التلاميذ يتكلموا ويتناقشوا مع بعضهم عن الرياضيات؟ ده السؤال اللي هنركز على إجابته في حلقتنا النهار فمن الأجزاء المهمة لتعلم الرياضيات هو أن التلاميذ تتواصل مع بعضهم ويشاركوا فهمهم الرياضي ممكن التلاميذ تعمل كده بشكل شفهي وممكن في أوقات تانية يستخدموا الكتابة أو يستخدموا الصور أو الرموز والنمازج أو حتى المواد الملموسة استراتيجية جولة في المعرض من الاستراتيجيات اللي بتسمح للتلاميذ أنهم يشاركوا أعمالهم مع الآخرين فالمعرض بيقدم جمهور حقيقي يقدروا يتواصلوا معاه وبيسمح لهم أنهم يشاهدوا عمل زميلهم ويعبروا عن رأيهم فيه ودي ممكن تكون فرصة تعلم إضافية قيمة المفروض أننا نعرض أعمال التلاميذ على شكل معرض زي بالظبط ما بنعرض اللوحات والقطع الفنية في معرض فني أو متحة ممكن يعلقوا أعمالهم على الجدران أو نعرض الأعمال دي على الترابيزات المهم أننا نعرضها بطريقة توفر مساحة كافية للتلاميذ أنهم يشكلوا مجموعات صغيرة تتجمع حوالين كل عمل بعد كده بيتجول التلاميذ في أنحاء المعرض اللي هو ممكن يكون هنا الفصل علشان يشاهدوا الرسومات وممكن نحط ورق أبيضة جنب كل عمل علشان يتم تسجيل التعليقات والملاحظات عليها أو ممكن نوزع ورق لاصق على التلاميذ بحيث أنهم يسجلوا كل تعليقاتهم وبعد كده يلزقوا بجانب الرسم ونقدر نطب من التلاميذ أنهم يتجولوا في المعرض بحيث يكون كل اتنين مع بعض وينقشوا أفكارهم عن الملاحظات قبل ما يسجلوها طيب لو كان عدد التلاميذ في الفصل الكبير هنا بقى مش كل التلاميذ هيقدروا أنهم يشوفوا كل رسومات كبديل لده ممكن نعرض عدد معين من الرسومات ونسيبهم يسجلوا ملاحظاتهم عليها أو ممكن أننا نقدم للتلاميذ عدد محدود من الورق اللي ممكن يستخدموه لتسجيل تعليقاتهم أو ممكن كمان أننا نطلب من نص تلاميذ الفصل أنهم يفضلوا في أماكنهم ونسمح للنص التاني أنهم يتجولوا في الفصل وبعد كده نبدل الأدوار ما بينهم وبين بعض نقدر بالطريقة دي أننا نوجه ملاحظات مباشرة لكل تلميذ شارك برسمة من الرسومات أو يقدر التلاميذ أنهم يسألوا أسئلة عن العمل فيكون النوع ده من التفاعل مفيد جدا لتعلم التلاميذ قبل ما نبدأ في تطبيق الاستراتيجية دي من مهم جدا أننا نقدم للتلاميذ بعض النصائح لتقديم الملاحظات والتعليقات زي أننا دايما نبدأ بالملاحظات الإيجابية قبل تقديم الاقتراحات أو أننا نقدم التعليقات في صورة سؤال زي مثلا نقول له هل فكرت أنك تعمل الحاجة الفلانية أو إيه هو اللي ممكن يحصل لو زودنا ده بدل ما يكون التحدث أو النقاش في شكل نقد دائم زي مثلا كان لازم تعمل كذا ممكن كمان تفكر أنك تستخدم طريقة زي طريقة نجمتين وأمنية فالتلميذ يقول حاجتين إيجابيتين عجبوه في الرسم وحاجة واحدة ممكن تتحسن أو عايز يسأل عنها عشان يسجل ملاحظاته وأنا كمعلم دوري دلوقتي في الأغلب هيكون دوري المياسر بس فأنت كده بتتأكد من شوية حاجات مهمة زي أن كل التلاميذ يقدروا يتجولوا بالطريقة الصحة وكمان تستمع لتعليقاتهم وملاحظاتهم عشان تتأكد إنها مفيدة ومناسبة ممكن كمان تكون مشارك مع مجموعة من التلاميذ اللي ثقاتهم في نفسهم أقل شوية وتعرفهم إيه هي الطريقة الصحيحة لتقديم الملاحظات المفيدة وتلفت انتباههم للأمثلة الجيدة اللي بيقدمها بقية زميلهم ممكن حد مننا يفتكر إن استراتيجية جولة في المعرض دي ممكن تناسب مادة تانية غير الراضيات ولكن هنلاقي دليل المعلم بيقترح في أكتر من درس إننا ممكن نستخدم فيها نشاط أو استراتيجية جولة في المعرض على سبيل المثال في المفهوم الأول من الوحدة الاثناشر هنلاقيه بعد نشاط تحديد الأشكال الهندسية ورسمها في جزء تعلم في الدرس الأول لما الأولاد بيعرضوا الأشكال الهندسية اللي رسموها بيطلب منهم إن هم يستخدموا جولة في المعرض وكمان في جزء التلخيص في الدرس الرابع لما بيشارك التلاميذ تصميماتهم للحدائق اللي رسموها وفي جزء تعلم في الدرس الثامن من المفهوم الثاني في نشاط صور تركيبية لزوايا قائمة واللي بيعرضوا فيه تصميماتهم للصورة التركيبية اللي هم ابتكروها ومش بس كده كمان في جزء التلخيص في الدرس الخامس من الوحدة التلاتاشر تعالوا نتعرف أكتر على بعض الأمثلة اللي ذكرناها مثلا في الدرس الثامن من الوحدة الاثناشر في نشاط صور تركيبية لزوايا قائمة هنا بيستخدم التلاميذ وراء الرسم البياني علشان يصمموا صورة تركيبية لأشكال هندسية تكون فيها زوايا قائمة فبيقترح دليل معلم أننا نستخدم الصور دي اللي هم هيصمموها في معرض تجوه يطرق إيه ممكن نطلب من التلاميذ أن هم يدوروا عليه ويعلقوا عليه وهم بيشوفوا رسومات بعض ممكن بعضنا يفكر أنه يركز على تعلم الراضيات فنخليهم يحسبوا مثلا عدد الأشكال الربعية اللي يقدروا يشوفوها ممكن حد يطلب منهم أن هم يستخدموا البطاقة الورقية اللي استخدموها قبل كده في الدرس عشان يتأكدوا من أن الزوايا اللي موجودة قائمة فعلا وعشان يتأكدوا من أن كل الأشكال اللي مرسومة صحيحة لكن في الدرس التلاتاشر من نفس الوحدة هنلاقي نشاط جولة في المعرض مع نشاط الأشكال وبعاية الأضلاع مختلف شوية يطرق إيه اللي متشابه أو مختلف عن النشاط اللي فات أكيد هتاخد بالك من أن الاختلاف الكبير في النشاط ده لأن دليل المعلم هنا بيوجهنا أننا نخلي التلاميذ يتجولوا في الفصل بس مش عشان يشاهدوا أعمال بعض بس لا ده كمان هيلحظوا مجموعة من الصور زي الصور لأنواع مختلفة من الأشكال الربعية ويسجلوا ملاحظاتهم عن كل شكل فيهم علشان يقدروا يصنفوها بعد كده بالخصائص أو بالملاحظات اللي هم شافوها وده معناه أننا ممكن نعدل في استراتيجية جولة في المعرض ونستخدمها بأكتر من طريقة عشان تناسب الهدف اللي احنا عايزين نحققه خلال الدرس أنا متأكد أن كل زملاء المعلمين المتميزين هيبصوا على الدروس اللي جاية علشان نشوف إيه هي الفرص المتاحة للتلاميذ أنهم يشاركوا أعمالهم عن طريق استخدام استراتيجية جولة في المعرض اسمحولي أشارك معاكم بعض النقاط اللي هناخدها في الاعتبار أول حاجة إزاي هترتب العمل واتنظم التلاميذ سواء في مجموعات أو كل اتنين مع بعض ولو هيقف بعض التلاميذ مع عملهم قبل ما يبدلوا ولا لا كمان إزاي هنقدم الملاحظات دي حاجات مهمة لازم حضرتك كمعلم تاخد بالك منها قبل ما تستخدم الاستراتيجية وقبل ما نختم حلقتنا النهاردة بتمنى أنكم تعملوا مسح لصورة الكود اللي ظهر على الشاشة وتشاركونا واحدة من الفرص اللي نفستوا فيها جولة في المعرض أو الفرص اللي انتوا شايفين أنها مناسبة لتنفيذ استراتيجية جولة في المعرض مع تلامسكم وما تنسوش كمان تقول لنا إيه هي السمات الأساسية للاستراتيجية دي اللي شايفين إنها مفيدة مع التلاميذ هل مثلا مشاركة أعمالهم مع زميلهم في الفصل أو فرص المناقشة اللي بيشتركوا فيها وبيعبروا عن رأيهم إن هم يقدموا ملاحظات لزميلهم أو طبعا لو توصلتوا لحاجة تانية غير كده أكيد ممكن تشاركوها معنا بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة إنما أكيد كلامنا ومنقشتنا عن أفضل الطرق وأكثرها فاعلية لتدريس برنامج الماستيك بوك ما انتهيش وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من برنامجكم دليل المعلم شكرا لحلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر